الله أكبر هذا التقسيم الذي وضعه العلماء ليعلمون كيفية التوبة وليس الاستهان بالذنب أكبر عقوبة للعالم عندهم احبسوا مع واحد جائل يجعله يكره حياته ويكره المجلس ويكره المكان الذي هو فيه من أصعب وأشد الأمور على النفس أن تتعامل مع جاهل الحمد لله ولي المتقين والصلاة والسلام على الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحاب وأزواج أمهات المؤمنين هناك صفات رمضان بريء منها مثل سرعة الغضب والكسل والتواني والفطور وقتل الوقت بالنوم وكثرة الطعام رمضان بريء من هذه الخصال سرعة الغضب وضيق الصدر بعض الناس في رمضان تتعامل معه تراه دائما شديد العصبية ضيق الصدر عنده سرعة الغضب والغضب من الشيطان وإذا سألته يقول إني صائم بسبب الصوم ضاق صدره بينما الصيام شهر شراح الصدور بالطاعة وذكر الله وغض البصر عن الحرام الأعمال الصالحة في رمضان لشرح الصدور وليس لضيق الصدور لذلك أي إنسان يتعلل في سرعة الغضب في رمضان بالصيام رمضان بريء من هذه الصفة لأن رمضان شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة ضيق الصدر وسرعة الغضب تتولد من فوران الشهوة والإنسان في رمضان يقلل من وقود الشهوة لأن الإنسان متى يقع في المعصية هي مقابلة بين قوة إرادة بالإيمان وبين إغراء بشهوة فالشيطان يغري بالشهوة والمعصية والإنسان يمسك نفسه بقوة الإرادة والإيمان إذا ضعف الإيمان وقع في الشهوة الحرام بسبب إغراء الشيطان ووسوسة النفس الأمارة بالسوء والشيطان من النار والنار يأكل بعضها بعضا إذا لم تجد ما تأكله ويقال في الحكمة النار لا يطفئها ما أخذ منها ولكن يطفئها ألا تجد حاطبا يعني اترك النار هي سيأكل بعضها بعضا إذا لم تجد من يغذيها ومن يضع لها وقودا وحطبا فإنها سيأكل بعضها بعضا وتفنى وتزول فالإنسان إذا كان في شدة الغضب عليه أن يستعيز بالله من الشيطان الرجيم لكن لا يضع الغضب في رمضان على شماعة الصيام رجل قال لعمر بن القعقاع والله لو قلت واحدة لسمعت عشرا فقال له عمر بن القعقاع والله لو قلت عشرا ما سمعت واحدة لماذا؟ لأن المؤمن التقي وقاف عند حدود الله وهو ملجم لسانه عينه كله مراقب من الله تعالى يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة عود البخور أو عود الطيب إذا احترق كلما ازداد احتراقه كلما زاد العطر الذي يفوح منه حتى إذا تلاشى هذا العود امتلأت الغرفة بالرائحة الطيبة رمضان بريء من الفطور والكسل بعض الناس يقتل وقته في رمضان بكثرة النوم طول النهار في النوم وطول الليل في الغفلة والمعصية أمن أجل رمضان شرعت هذه الفريضة وهذه الشعيرة؟ أشرع رمضان من أجل النوم؟ أشرع رمضان من أجل السهر في غفلة بغير طاعة؟ ما شرع رمضان لهذا بالعكس بل رمضان لعلو الهمة بما فيه من طاعات وإذا نظرت في التاريخ كثير من نصر المسلمين كان في رمضان في السنة الثانية للهجرة السنة الثانية للهجرة كانت غزوة بدر في السنة الثامنة للهجرة كان فتح مكة في السنة الثالثة والعشرين للهجرة كان انتصار المسلمين في الأندلس بقيادة طارق ابن زياد على الإسبان عندما جاءوا بقيادة الاذريق في السنة الثالثة والعشرين بعد المائتين بقيادة الخليفة العباس المعتصم بالله في وقعة عمورية حينما ذهب انتصارا وغيرة على عرض امرأة المسلمة أهانها سافل من سفلة الروم حينما كشف عنها فالله سبحانه وتعالى قيض لها الخليفة بنفسه فذهب حينما صرخت وقالت ومعتصما أيضا في السنة الثامنة والخمسين بعد الستمائة للهجرة كانت وقعة عين جالوت حينما كسر الله شوكة التطار بقيادة سيف الدين قطز وفي رمضان أيضا في سنة 1393 للهجرة كان نصر المسلمين في رمضان على اليهود الغاصبين الله تعالى حينما رنغذر إلى عباده المساجد عامرة والألسن ذاكرة والقلوب خاشعة والكل متوجه إلى الله فجاء النصر من الله جل وعلا فرمضان هو شهر النصر إن تنصروا الله ينصركم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وأيضا مما يعلق على رمضان الإسراف في الطعام والشراب للأسف الشديد رمضان شهر الإطعام فكثير من الناس جعلوه شهر الطعام شهر الإطعام بالصدقة شهر الإطعام بإغاثة الملهوفين شهر الإطعام أي أن تكرم من حولك سواء من أقارب أو من أباعد لا حرجا للإنسان يوسع على أهله ولكن لا يجعل ميزانية البيت في رمضان أكبر من الميزانية التي تنفق للطعام في غيره من الشهور إلا أن يكون طعاما اشتراه ليتصدق به على الفقراء والمساكين فيستحب الصدق في رمضان كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون إذا جاء رمضان الإطعام من الأعمال التي يحبها الله ومن الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول قدومه إلى المدينة في حديث عبد الله بن السلام رضي الله عنه عندما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فانجفل الناس إليه صراعا فكنت في من أسرع إليه فلما نظرت إلى وجهي علمت أنه ليس بوجه كاذب فكان أول ما قال يا أيها الناس يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام رمضان بريء من خصال السوء التي ألصقت به زورا وبهتانا ليس رمضان شهر للكسل والتواني وكثرة النوم ولا لكثرة الطعام وليس رمضان ذريعة أو علة يتعلل بها كل إنسان أسرع في غضبه أو ضاق صدره بالعكس رمضان بعكس هذا كله هذه خصال يتعلل بها الناس ورمضان بريء منها رمضان جاء بالتهجد وصلاة التراويح وقيام الليل والدعاء والذكر والصدقة والسخاء والكرم والجود هذه الأعمال من أسباب انشراح الصدر وإذا انشرح صدر الإنسان للحق سهلة عليه الطاعة نسأل الله تعالى أن يرزقنا انشراح الصدر وأن يصرف عنا خصال السوء والصفات السوء وأن يرزقنا الخصال الطيبة هذا والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلهي 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 وخلاقي